موسيقى 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 لماذا خسرت الرجال؟ لأنه كان نظن أن الرجل المغربي يريد أن يستحقه لأنه كان يلبس القفطان وكان يلبس المضمة وكان يلبسه اليوم نرى أن المرأة التي أخذت هذا الميدان واليوم نحاول أن نجيب نظرة جديدة للزي المغربي التقليدي الرجالي ونحاول أن نجيب معه مميزات التي يواكب العصر التي نعيش فيهم كان اهتمام ولكن هذا لا اهتمام هذا يخص خاصة الأعياد الوطنية والدنيا وهذا هو الحاجة التي أحاول أن أشتغل عليها لأن الزي المغربي لا يريد أن يلبسه الأعياد الوطنية والدنيا وهذا يريد أن يلبسه كل نهار هذا الشيء لذلك لم يكن تقنياً يمكن أن يلبسه كل نهار اليوم نحاول أن نقذع على حسب الوقت الذي نعيش فيه حالي باش يحاول الرجل المغربي يلبس زي لأولاً افتخاراً لهوية دياله ويكون مرتاح فيه ما يكونش عنده مشكل في التعامل معه ولا التعامل اليوم لهذا العمل اللي كنديرو ديال أننا كنواقبوا هاتشكيلات كل كل سنة ولا كل وقت هذه حداته هرا هو تنحافظ على حتورات ديالنا اللي هو كنظن أن اليوم السخطو أنا مشيت لزي المغربي رجالي لأنه كنشوف أنه ما كنش اللي كي يحتفظ إليه كزي رجالي كنشوف أن المرأة والنساء كتباك الله عليهم ما شاء الله القفاطن وجلال بودكشي على الكاتش كله كالبسوا الرجول واليوم كنشوف مع الأسف أنه زي الرجالي ما كنش اللي كي يهتم به تلتمية وستين دراجة اليوم كنظن أن أي واحد يهتم بزي الرجالة يهتم بتقافته يهتم بهويته يهتم بتقاليد دياله والعادات الفترة اللي كتكون فيه اهتمام كبير عند المغاربة بزي المغربي التقليدي هو أولا شهر رمضان هذه كنشوفها بزاف وأنا كنشوف بيهتف المعاملات ديالي مع مستهلكين ديالي ولكن كنشوفها أو تاني هناك استهلاك لزي المغربي التقليدي في الأياد الدينية وهي زي المغربي التقليدي الرجالي كيتمحور على بعض ميكي يكون واحد مثلا شاب يلبس زيت قليدي غير واحد الأوقات في السنة ولكن ميكي يكون مثلا الأجداد ولما تكون الراجل تفوت واحد السن سنشوف أن الزيت قليدي يكون عنده حاضر يوميا وهذه هي النظرة اللي أنا بغي نخدم عليها أكثر وأكثر باش يحاولوا هذه الأجيال لنشأة تعود تلبس الزيت ديالها كل نهار ماشي بضرورة تلبس الجلاب أو القندرة ولكن تلبس جاي وزي واخي يكون غي قصة أوروبيا اللي هو متعود عليها ولكن بخدمة اللي هي ميافنية مغربية